بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق و أنت خير الفاتحين صدق الله العظيم اللهم اجل الحق على ألسنتنا و الهمنا العمل به اللهم ارزخنا الصدق في القول و في العمل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع و من قلب لا يخشع و من نفس لا تشبع و من عين لا تدمع و من دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى و التقى و السداد في الخطى اللهم أمين السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أهلا و مرحبا بحضراتكم و حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الداء و الدواء تحدثنا في الحلقة السابقة عن القولون كجزء من الجهاز الهضمي و عرفنا عن إيه قولون و عرفنا يعني إيه مكوناته و عرفنا و ظفته و قلنا إن كلمة أنا عندي قولون دي غير صحيحة و لكن هناك ما نسميه بالقولون العصبي و هو داء معين يصيب القولون كعضو من أعضاء الجسم القولون العصبي أعتقد أن ليس مننا من لم يشتكي منه يوما و هو عبارة عن تقلصات و انتفاخات في البطن في جانب البطن الأيمن أو الأيصر أو في وسط البطن يسمى القولون العصبي و عارفين و عارفين أصاروا و غالبا كلنا يعني أصبحنا أسات زفية النهاردة هنتحدث سويا عن علاج القولون العصبي و دي نقطة مهمة جدا و أول حاجة في علاج القولون العصبي و لو بصينا لها و اهتمينا بها هي تنتهي تماما كلمة قولون عصبي من القموز بتاعنا و هي التغذية التغذية السليمة و طريقة التغذية من الأشياء المهمة جدا و اللي بتأثر بصورة واضحة جدا على الجهاز الهضمي ككل و من أولها القولون لو ابتعدنا عن المقليات و ما تحويه من أثار سيئة و سلبية على جدار القولون هنجد ان خمسين في المية من شكوى القولون العصبي انتهت لو اهتمينا بنوع الغذاء و بنوع الفيتامينات اللي احنا بنتناولها من الغذاء هنجد ان اشرين في المية انتهت من قموز القولون العصبي اذا سبعين في المية هتعتمد على نوعية التغذية و طريقة التغذية و الساعة بتاعة الوجبات بتاعتنا و لو هنرجع مع بعض الحديث الرسولي صلى الله عليه و سلم يكفي ابن آدم لقيمات يقمن به صلبه و إن كان لابد فثلث لطعامه و ثلث لنفسه و ثلث لشرابه أو كما قال صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم لو مشينا على القعدة الطبية اللي قالها الرسول صلى الله عليه و سلم دي فقط هنجد ان احنا مفيش حاجة اسمها قولون عصبي عندنا الحاجة التانية المهمة قوي في علاج القولون العصبي وللأسف يعني احنا مش هنعرف ان احنا ننفيها عننا أو نبعدها عننا هي العصبية و التفكير المستمر الحياة العصرية تحمل في طياتها كثير من العصبية و كثير من النرفزة و كثير من التفكير و رغم ده كله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولكن يعني دي طبيعة البشر لن لازم أفكر وأتعصب وأخذ رد فعل سريع و يعلى صوتي وتعلن نرفزة و يزداد الأدرينالين و يرفرز من الجسم و يبتدي القولون العصبي و يبتدي تخلصات البطن و يبتدي الغازات إذن العصبية و إن احنا نقدر نتحكم فيها برضو من وصايا رسول صلى الله عليه وسلم لما في أعرابي جاله و قاله أوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله وسلم و عليه لا تغضب لا تغضب لا تغضب أو كما قال صلى الله عليه و على آله و صحبه وسلم إذن الغضب و العصبية برضو مفتاح العلاج للقولون العصبي هقول كثير من الأعشاب المتوفرة جدا في البيت و اللي نقدر إن احنا نستخدمها وحدة وحدة و تدريجيا نقدر إن احنا ننسى حاجة اسمها القولون العصبي اللي ينسون كتير جدا من نعرفه و كتير جدا بيشربه ولكن كل فين و فين اللي ينسون من الحاجات الطيبة أوي في علاج القولون العصبي البابوننج منفردا عزرا من الأشياء الطيبة أيضا في علاج القولون العصبي فما بالكم لو نحنا خلطنا لينسون مع البابوننج ينسون مع بابوننج معلقة من كل العشبتين على كوب من الماء هتغلى لمدة دقيقتين ثم تصفى و تحلى أو حتى تشرب من غير تحلية بعد كل وجبة من الحاجات الطيبة أوي في القولون العصبي و في المعدة و مشاكلها ماء ظهر البرتقال وهو متوفر و معروف و منتشر ماء ظهر البرتقال لو أنا خدت خمس نقاط على كوب من الماء بعد وجبة الغذاء هنجد أيضا أن أنا فعلا بابتدي أن أنا أريح القولون العصبي وأريح عضلات القولون العصبي بصورة كويسة جدا ماء ظهر البرتقال الشبت هو منتشر و معروف و معظمنا برضو بيأكله ولكن ليس بغرض العلاج الشبت هيغلى و يشرب بعد الغذاء يغلى و يشرب بعد وجبة الغذاء اللي هي الوجبة الرئيسية بتاعتي بيساعد كتير أوي على امتصاص الغذاء اللي موجودة على ارتخاء عضلات القولون وبالتالي هينهيلي 80% من مشكلة القولون العصبي اللي بتتمثل فيه التقلصات و تتمثل فيه الغازات المتراكمة و تتمثل فيه الانتفاخات المتكررة يبقى الشبت هيغلى و يشرب بعد الغذاء مباشرة من العشاب الكويسة جدا للعناية بالقولون و التخلص من أثار أو من مشاكل القولون العصبي الحلبة برضو من العشاب المعروفة أوي من نباتات المعروفة طيبة جدا في بيوتنا ولكن برضو بنتناولها للأسف ليس بغرض العلاج و لما أتناول عشبة بغرض العلاج هتختلف أكيد عن تناولها كاعتيادي أو ككل فين و فين أو في أي مناسبة الحلبة هتغلى لمدة خمس دقائق دي نقطة مهمة أوي في كتير يقولك لا أنا ما غليش الحلبة لا أنا أنقع الحلبة لا الحلبة علشان أستفيد منها كعشبة طبية تغلى خمس دقائق و هبتدي أن أنا أستخدمها بعد الإفطار وبعد العشاء و هبتدي أن أنا بحليها و بشربها بعد الوجبتين والإفطارة و عشاء كتير هيشتكوا منها هيقولك لا ما فيش داعي للحلبة علشان الريحة بتاعتها ممكن أوي أن أنا أضيع الريحة بتاعتها في الجسم و هي فعلا بتعمل الريحة في الجسم أن أنا أستخدم الشمر يبقى أشرب الحلبة و معاها الشمر أو الشمر منفردا بيضيع لي كتير قوي قوي من ريحة الحلبة اللي ممكن اللي هي تفضل في الجسم أو يتأثر بها إفرازات الجسم كالعرق و تسيب لي ريحة في الملابس أو في الجسم وبالتالي أقدر أن أنا أستخدمها كعلاج و طبعا الحلبة من النباتات اللي ليها مجال كبير قوي في طب الأعشاب و ليها استخدامات كتير قوي في طب الأعشاب وأقدر أن أنا أستخدمها زي ما بيقول و أضيع راحتها عن طريق شرب الشمر أيضا ثلاث مرات في اليوم ولكن الحلبة بتشرب مرتين صباحا و مساءا بعد الإفتار و بعد العشاء لمشكلة القولون العصبي و التقلصات بالقولون العصبي كل هذه الأعشاب نقدر أن نستخدمها مفردة نقدر أن نستخدمها مجمعة نقدر أن نستخدم اتنين مع بعض نقدر أن نستخدم أي حاجة مفردة منها هتفرق كتير قوي مع مشكلة القولون العصبي و مشكلة القولون العصبي من المشاكل العويصة اللي بتقابلنا بصورة واضحة وزي ما بنقول لحضراتكم بنشتكي منها مرارا وتكرارا نتيجة الحياة العصرية ونتيجة التفكير نتيجة الألأ نتيجة الأكل الزائد عن الحد نتيجة العصبية الزائدة كل هذه المفردات بتؤثر على القولون وبتديني ما يسمى بالقولون العصبي أيضا الكسبرة والكمون وبرضو من الحاجات المعروفة عندنا قوي الاتنين مع بعض هنستخدمهم الكسبرة والكمون معلقة من ده ومعلقة من ده هتغلى لمدة خمس دقائق وتشرب صباحا ومساءا من العشاب الطيبة أوي في إنهاء كل مشاكل القولون العصبي لسه في حاجات كتيرة أوي بالنسبة للقولون العصبي ممكن نقولها ونحاول مع بعض إن إحنا نطبقها وعموما مشكلة القولون العصبي زي ما بنقول مشكلة عويصة وبتقابل كتير مننا إلا أن نلقاكم غدا بمشاكل الله تعالى في حلقة جديدة أستودعكم الله وأسئلكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته